بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن تحدثنا عن أحكام همزة الوصل القطع أحببت في هذه المحاضرة من باب ترسيخ المعلومة أن نجمع مواضع همزة الوصل ولذلك سنقسمها إلى ثلاثة أقسام وهي من باب المراجعة لأن كل هذا الكلام كان قد شرح سنتحدث عن مواضع همزة الوصل في الحروف وفي الأسماء وفي الأفعال وتذكرون سابقا أني قلت لكم أن الأسماء سنقسمها إلى قسمين الأسماء المصادر وقد جعلتها في هذه الجهة لأن قاعدتها متوافقة مع قاعدة الأفعال والأسماء غير المصادر الحديث عن الأسماء المصادر والأسماء غير المصادر نريد الآن أن نتذكر القواعد التي تعلمناها من قبل سنجد أن حين تحدثنا عن مواضع همزة الوصل في الحروف قلنا تكون الهمزة همزة وصل في حرف واحد لا غير وهو التعريف كما في الجامعة والكلية والأستاذ والطالب إلى آخره إذن عندنا حرف واحد لا غير بالنسبة إلى الأسماء غير المصادر كنا قلنا إن مواضع همزة الوصل محصورة في أسماء بأعينها وأشهر هذه الأسماء هي كلمة اسم وكلمة ابن وكلمة ابنه وكلمة امرأ وكلمة امرأة والمثن منها فنثني اسم فنقول اسمان ونثني ابن فنقول ابنان ونثني ابنه فنقول ابنتان ونثني امرأ فنقول امرآان ونثني امرأة فنقول امرأتان وأضفنا إلى هذه الأسماء مع ما ثني منها أضفنا إليها اثنان واثنتان وما عدا ذلك من الأسماء غير المصادر فإنه يكتب بهمزة قطب إذن الآن عرفنا أن موابع همزة الوصف الحروف محصورة في حرف واحد في الأسماء التي ليست بمصادر محصورة في عدد من الأسماء هذه أشهرها وما عداها فإنه يكتب بهمزة قطع بالنسبة إلى المصادر فقد عرفنا أن المصادر التي تكون الهمزة في أولها همزة وصل هي مصدر مصدر الفعل الخماسي والسداسي الخماسي مثل اجتماع والسداسي مثل استعمال استعمال الهمزة همزة وصل بالنسبة إلى الأفعال فقد اتفقنا على أن الهمزة تكون همزة وصل في أمر الفعل الثلاثي ماضي الفعل الخماسي أمر أمر الفعل الخماسي ماضي الفعل السداسي وأمر الفعل السداسي لذلك الآن إذا سئلت عن أي همزة لماذا كتبت كأن تسأل لماذا كتبت الهمزة في أل همزة وصل تقول لأن جميع الحروف تكتب بهمزة قطع ما عدا أل لماذا كتبت الهمزة هنا همزة وصل لأن جميع الأسماء تكتب الهمزة في أولها التي هي غير مصادر تكتب الهمزة في أولها همزة قطع ما عدا هذه الأسماء فهي مستثنى لو سئلت عن سبب كتابة همزة الوصل هنا في اجتماع على هذا الشكل تقول لأنها في أول مصدر فعل خماسي وهنا لأنها في أول مصدر فعل سداسي لو سئلت لماذا كتبت في أكتب فتقول لأنه أمر من فعل ثلاثي لاحظوا معي أن أكتب هي أربعة حروف لأنها في فعل الأمر ولكنها مأخوذة من الفعل الثلاثي ماذا كتب كتب لذلك الماضي ثلاثة أحرف أرجو أن لا تغفل عن هذا لذلك نقول هذه الهمزة كتبت همزة وصل لأنها في أول أمر فعل أمر من فعل ثلاثي ماضي الخماسي مثل اجتمع أمر الخماسي مثل اجتمع ماضي السداسي مثل استعمل أمر السداسي مثل استعمل منبه إلى أمر أخير في هذا وهو أنه قد يجتمع في الكلمة همزة وصل كأن تدخل أل على اجتماع أو أل على اسم فتقول الاسم أو تقول الاجتماع فإن هذه الهمزة همزة وصل وهذه الهمزة همزة وصل وهذه الهمزة همزة وصل لماذا لأن هذه أساسا ليست كلمة واحدة وإنما هي كلمتان الاسم الاجتماع الاجتماع لذلك نقول هذه الهمزة كتبت همزة وصل لأنها في أول حرف وهو ال وهذه كتبت همزة وصل لأنها في أول اسم وهو اسم ال هنا كتبت همزة وصل لأنها في أول اسم والحرف هنا هو ال والاسم هنا هو مصدر الفعل الخماسي إذن هذه مواضع همزة الوصل كما ترون وبعد قليل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنتعرف على مواضع همزة القطع وهناك نلتقي